عيد القيام المجيد لعام 2023 تجمع المؤمنون من أبناء تغراي وقاموا بالتقوص المفروضة للاحتفال بهذا العيد في مدينة مقلة في كاتد رائية العذراء مريم الأورثوذكسية التوحيدية تكريما بعيد القيامة يسوع المسيح عبر المؤمنون عن سعادتهم للاحتفال بهذا العيد في ظل السلام الذي تم الاتفاق عليه في الماضي لقد قضيت العيد بمفردي بسبب الحرب والأزمة لكن الآن بسبب السلام الحالي أنا أقضي العيد هذا العام مع أفراد عائدتي وأنا أشكر الله وأتمنى أن يدوم هذا السلام وهذا ما أتمناه في الثلاث عوام الماضية لا يمكننا القول أننا قد قضينا العيد بشكل مناسب لأننا كنا تحت أزمة خانقة ولكن الآن نشكر الرب على هذا السلام مع أننا حتى الآن بحاجة للمساعدة في مدينة مقلة أقيم قداس في كنيسة العذراء مريم الكاثوليكية وتم الاحتفال بعيد القيام المجيد بحضور المؤمنين وقالوا من جهتهم بالرغم من وجودهم في وسط الأزمات يحتفلون بعيد المقدس إلا أنهم سعداء بهذا السلام ووقف النزاع وطالبوا بتوفير المساعدات للمدنيين وإعادة النازحين إلى أراضيهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي لحقت بشعب تقراي في العامين الماضيين قضينا العيد في حرب ونزاع وأزمات عديدة وقصفات جوية وقلق وجوع ونتذكر تلك الذكريات المحزنة لكن بسوء اتفاقية السلام التي تم التواصل إليها على الأقل لم نعد نسمع صوت إطلاق النار والآن نحن سعداء بالاحتفال بعيد القيام المجيد بكل سعادة ونتمنى في أن تعود تقراي كما كانت عليه في السابق وتتوقف المجاعة وعمليات النهب والقتل ويعود السلام بشكل كامل وننتظر بفارغ الصبر أن يحل السلام بشكل دائم على الحكومة والشعب ورجال غداد الدين دعم عمليات السلام لأننا ضغنا طعام السلام وهناك تغيرات إيجابية عديدة شعب تقراي ولثلاث سنوات عانى من العذاب مثل يسوع المسيح عندما عانى مات العديد وبقي من بقي لذا على هذا السلام أن يستمر ويكون بشكل كامل وبالمثل في مدينة مقرة المؤمنون من الطائفة الإنجيلية احتفلوا بعيد القيام المجيد وقالوا أن السلام الذي تم توصل إليه تم دفع ثمن باهظة الوصول إليه وعلى الجميع العمل لاستمرار هذا السلام هذا العام العيد أفضل بكثير من العامين الماطين الذي عانينا فيه بشكل كبير بسبب أننا الآن نشعر بطمأنينة ونحتفل مع عائلاتنا ونحن نشكر الرب لهذا السلام اليوم نحن نحتفل بعيد قيامة سيدنا يسوع المسيح ولهذا تجمعنا ونحن سعداء لأننا قد تخطينا العديد من الأزمات ووصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب مساعدة بعضنا البعض ومع ذلك هناك العديد من أبناء شعبنا قد نزحوا من منازلهم والموظفين الذين لم يطلقوا رواتبهم لذا يجب علينا العمل معا